إن تهمة التجديف هي التي أدت إلى موت المسيح على الصليب في المحاكمة أعلن يسوع أنه الله في مرقص إصحاح 14 لما استحضروا وعن بحاكموا فيه وكان ساكت كل الوقت بعدين رئيس الكهنة قيافة استحلف وهون طبعا لازم يرد لأن رئيس الكهنة وقال له أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وصوف تبصرون ابن الإنسان جالسا لاحظ الكلام تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء نبو الدنيال فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى الشهود قد سمعتم التجديف ما رأيكم فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت فإذا نحببها واضح جدا أن المسيح ابن الإنسان اللي تكلم عنه دنيال وهنا لم يعترض بل قال يعن نفسه أنه ابن الله أي الله لدرجة قالوا ما حاجة لنا أنه يجدف وحكموا عليه طبعا في الصلب عدة مرات قالها يسوع المرأة الخاطئة قال لها مغفورة لك خطياك لو شفى المفلوج من المرض أو ما قال مغفورة لقولنا ادعاء كاذب لكن نال الشفاء بشكل فوري وكامل وكان برهان ساطع على أولوهيته اللي وضعت حد نهائي لمعارضة الفرسيين لقد غفر خطايا المفلوج غفر خطايا المرأة الخاطئة في لوقة سبعة غفر للمرأة السامرية غفر للمرأة الزانية في يحنى الثمانية غفر للص التائب على الصليب وغفر لليهود اللي كان عم بيصلبه وعم بيطلب من الله أن يغفر لصالبيه على الصلياء أبتاه اغفر لهم يسوع غفر إنكار بوتروس يسوع غفر لشاول الذي كان يقاومه قال حتى ينال بي غفران الخطايا غفر لليهود اللي صلبوا يسوع المسيح في أعمال اتنين له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمهم غفران الخطايا لقد أحبنا وقد غسلنا من خطيانا كورنتس الأولى إصحاح ستة مكتوب هكذا أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهي الذي لنا فيه الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا من أجمل الكلمة تسمع الكلام المريح والطمأنينة مغفورة يبني مغفورة لك خطاياك يبني مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام إنه يقدر أن يغفر لأنه ابن الإنسان الكامل بلا خطايا الذي تحدى وقال من منكم يبكتني على خطايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر